لم يُفلُحُ بفضل الله في قص لسان العبد الفقير ولا في شراء ذمَّتي بفضل الله تبارك وتعالى على رغم ما يُكتب باستمرار اشتراه فلان واشترته الجح أقسم بالله لم يشترني أحد ولا يستطيع أنا أكرم عند نفسي وأكرم على الله من أن يشتريني أحد ولا يقول هذا إلا سعلوك أنا أعلم سعلوك يحسدوني على الفرصة التي أُديحت لي بعلاقاتي مع بعض أصحاب السلطة أو المليارات يظنوا أن عدنان سعلوك ينتهز هذه العلاقات لكي يُثري عدنان ينتهز هذه العلاقات ليبلغ كلمة الله ودائما دائما وهذا ما أقوله أناها الآن وهذا يُسجَّل وقد يُبث أقوله أنا رافع رأسي أسألوا عني كل من يعرفوني كيف وجدتم عدنان إبراهيم كيف وجدتم عفة نفسه وكرامة شخصيته لم أكن وبعون الله لن أكون أنا كل همي أن أقول كلمة الحق التي ترضي ربي وطبعا أقول كلمة الواحدة أغضب بها هؤلاء وهؤلاء وذالا لا يعنيني لأن الذي يعنيني ربي بس لأني أيضا مش منافق مش متملق تعلمت حين أكون صغير عائل الآن أن أعيش متصالحا مع ضميري الفي قلبي بقوله ياخي جيب للشيخ جيب لخطيب جيب لمنبري يمدح أعداءه أحيانا ومنتقصيه ولاعنيه ويستشهد بهم لماذا أفعلها؟ عشان أتصالح مع ضميري لما واحد سبني وزندقني استفتني لمعلومة بذكر اسمه كمان أنا مش كذاب بقدرش أكون كذاب فهمتوا؟ عشان هيك أنا مرتاح وسعيد وإن شاء الله مفتوح علي بإذن الله تعالى الله بزيدني في أشياء كثيرة لأني صادق مع ضميري حتى مع الذين زندقوني وكفروني وطالبوا بدمي حين استفيد منهم كلمة أذكرهم على المنبر خيل من يفعلها في هذا الزمان الأخبار